يصد في إطار حرص البلدية على تطبيق القوانين واللوائح ومنع التجاوزات في مختلف المناطق وتزامنا مع الشكاوى المتعددة من ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية والنموذجية نعم قامت بحملة مدهمة مع الجهات المعنية في سبع قسائم في منطقة سلوى والجبرية لقطع التيار الكهربائي على القسائم المخلفة قطع الطيار الكهربائي لا يأتي إلا بعد توجيه انذارات لصاحب العقار بالإخلاق العزاب في سكن خاص هل هم يمثلون بدورهم أزمة مجتمعية تؤرق العائلات لذا جاء القانون ليمنع تلك الظاهرة التي باتت تؤرق الجميع ومن هنا جاء دور البلدية التي خصصت حملات للتوعية والمدهمات لتفرض على السكان عقوبات تصل إلى قطع الكهربائي عليهم قطع تيار الكهربائي عن سبع قسائم مخالفة للقانون سكن العزاب في مناطق سكن الخاص لذلك احنا اتخذنا كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين إذن وبعد قطع طيار الكهربائي بادر إلينا أحد القاتلين متسائلا عن تسلم الإنذار من عدمه قبل قطع الكهرباء وهنا جاء رد البلدية بأنها لم تكن الإجراءات الأولى من نوعها حيث يقوم المفتشون بوضع ملسقات الإنذار على العقارات المخالفة نعطي إنذار طبعا وننتظر من صاحب القسيمة أن يراجع البلدية نعطي فرصة أن يخلي القسيمة من العزاب إذا ما أخلى واستجاب لإنذار البلدية نقوم بعد ذلك بمخاطبة زارة الداخلية وزارة الكهرباء لأمل قطع تيار الكهربائي تكثف البلدية جهودها للقضاء على هذه الظاهرة السلبية عبر حملاتهم التواوية قطع طيار الكهربائي عن العقارات المخالفة يأتي لتحقيق الأهداف المنشودة بالقضاء على ظاهرة سكان العزاب في المناطق السكانية الخاصة مرعوم حرم تلفزيون دولة الكويت